كريم رائع وحصري في قناتي وعلى اليوتيوب كله يعالج كل مشاكل البشرة يضرب عدة عصافير بحجر واحد إذا تعانين من البقع الداكنة والكلف والتصبغات والتجاهيد وإسمرار الإهمال والبشرة الشاحبة وكانت بشرتك دهنية أو جافة أو حساسة أو عادية أو مختلطة فإن هذا الكريم لك شوف الفيديو إلى الأخ منصر الأول الذي نحتاجه في هذا الكريم وهذه الخلطة الشاي الأخضر الشاي الأخضر له خصائص رائعة في مضادات الأكسادة التي تقاوم وتكافح علامات الشيخوخة في البشرة التجاهيد وأيضا أي مشاكل متواجدة في البشرة الشاي الأخضر يصلح لكل أنواع البشرة منقي ومصف للبشرة ومزيل الخطوط التعبيرية وعلامات التقدم في السن ومتواجد في كل مطبخ ضعي كمية من الشاي الأخضر في إينا وأفرغي عليه الماء المغلة ساغن جدا من أجل أن تتركه يتخمر لمدة نسف ساعة إلى 45 دقيقة ثم نقوم بتصفيته بعد ذلك بعد أن يتخمر نقوم بتصفيته نضعه جانبا يعني نضع المصفة جانبا ونبدأ في تحذير الخلطة العنصر الثاني هو النشاء نشاء الذورة الميزينة كل بلد كيف يسميه غني بالخصائص التي تعمل على شد البشرة وتصفي الوجه وتزيل البقع منه هو يجفف البشرة إذا استعملناه لوحده لكن مع الإضافات التي سوف نضيفها إلى هذا الكريم وهذه الخلطة سيصبح صالح لكل أنواع البشارات نضع ملعقة كبيرة من نشاء الذورة نضيف لها ملعقتين كبيرتين من الشوفان رقائق الشوفان إطحانها وأنخلها تتحصلين على مسحوق منخول الشوفان هذا الشوفان الخرطال كل بلد كيف يسميه له خصائص رائعة في ترطيب البشرة وتوحيد لونها ويصلح كل أنواع البشارات يشد الوجه ويفتحه ويزيل البقع منه بطريقة طبيعية رائعة ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشوفان يمكنك الاكتفاء فقط بهذين المكونين وتجمعينه مع بمغلة الشي الأخضر المصفى ولكن إذا كان متوفر عندك العسل الصافي الأصلي لكن تأكد أنه عسل أصلي طبيعي وليس مغشوش اللواتي يتوفر عندهن العسل الطبيعي الأصلي يضفن منه ملعقة صغيرة اللواتي لا يتوفر عندهن العسل يمكنهن الاستغناء عنه لأن الشوفان يحتوي على خصائص الترطيب أيضا العسل مضاد للأكسدا مضاد للبيكتيريا يدحم الخلاطات بشكل رائع يمنح التفتيح للوجه يزيل كل مشاكل البشرة اجمعي المكونات بمغلة الشي الأخضر وأخلطي أضيفي مغلة الشي الأخضر من حين إلى آخر وأخلطي وسائل هكذا لكن سنطبخه في حمام ماء ساخن ليصبح كريم نخلط على الحمام الماء الساخن حتى نتحصل على قوام كريمي يمكنك إضافة جل الألوفيرا إذا أردتي أو الاستغناء عنها استمر في الخلط بعد أن تحصلنا على خليط متماسك نسحبه من الحمام الماء الساخن يمكنك استعماله هكذا كما هو ويمكنك إضافة المكونات الآتية لكي الاختيار في ذلك حسب المتواجد في بيتك وميزانيتك ونوع بشرتك أنا أمنحك الإختيارات وأسهل عليك المهمة أنا سوف أضيف ملعقة من جل الألوفيرا أنت إذا متواجدة عندك جل الألوفيرا ضيفي منها ملعقة لمنح الكريم خصائص الترطيب ويصبح لزيج ومرن على البشرة وسلس وأخلطي ويمكنك أيضا إضافة ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت الورد أو زيت الخيار أنا سوف أوضيت ملعقة من زيت اللوز الحلو لأنه مناسب لكل أنواع البشارات ويشد البشرة يزيل على ما التقدم في السن ويساعد في تفتيح البشرة أخلطي جيدا حتى تحصلي على قوام كريم الكريم جاهز للاستعمال يضرب عدة عصافي بحجر واحد يعالج مشاكل البشرة التي تعاني من الكلف والبقع والتصبغات وإسمرار الإهمال ويعالج مشاكل البشرة التي تعاني من التجاعد والخطوط التعبيرية وعلامات تقدم في السن يصلح لكل الوجه بتجاعد الجبين وتجاعد الرقبة والتجاعد حول الفم والتجاعد حول العين وكل مكان فيه تجاعد في وجهك استعمله فيه يطبق بطريقة مصاش خفيف على البشرة كاملة طبعا لازم تكون نظيفة مساء وأتركه لمدة نصف ساعة يتشرب الجيل تماما ثم بعد ذلك أزليه بالقطنة مبللة بالماء الفاتر بمصاش دائري من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية ثم أغسل الوجه بالماء البارد وقومي بترطيب البشرة بالكريم الخاص بك أو أحد الكريمات اللي عمناها في القناة أو زيت اللزل حلو أو زيت جوز الهند قرر استعمال هذا المصك يوميا ستلاحظين نتجة رائعة مكونات آمنة ومطبوخ على نار قليلة يعني على حمام مريم وصالح لكل أنواع البشارات جربوه دوموا عليه وكتبوا لأرأك في التعليقات